السلام عليكم تفسير رؤية الفستان الأبيض في المنام الأبيض قد يشير إلى العديد من الدلالات والتأويلات رؤية الفستان الأبيض في المنام تدل على تحقيق الرؤية للأحلام التي تحلم بها وتسعى إليها قد تدل رؤية الفستان الأبيض في المنام على الحصول على المال الكثير ويشير أيضا في المنام إلى النفع الكبير والفائدة العظيمة للرؤية والتمتع بالرخاء والحياة الهانئة ويدل حلم الفستان الأبيض على الفتنة والملك والسيادة واعتلاء المناصب المهمة إذا كانت الرؤية فقيرة ورأت الفستان الأبيض في منامها فيدل هذا على الغناء وتبدل الحال نحو الأفضل وتحقيق المرود في المنام إلى الخير والفرح والحق والستر الذي يشمل الرؤية في الدنيا ورؤية الفستان الأبيض المصنوع من القطن أو الصوف في المنام يدل على حصول الرؤية على المال الكثير رؤية الفتاة العزباء للفستان الأبيض في المنام يدل على اقتراب زواجها بإذن الله رؤية المتزوجة أنها ترتدي الفستان الأبيض في المنام يدل على الفرح الذي ستناله قريبا أيضا يدل على زواج العزباء من رابه الصالح ويتحقق لها الفرح والستر الذي تحلم به أما إذا رأت الفتاة العزباء الفستان الأبيض في المنام ولم ترتديه فإنه يدل على أنها تسعى لتحقيق أمور مهمة ومصيرية وإن تمكنت من تحقيقها بعد فترة من الزمن فسوف تشعر بالسعادة والطمأنينة وأيضا بيشير إلى الحياة الطيبة وعادلة في الدين والعبادة ويشير أيضا إلى تحقيق الكثير من الأحلام والطموحات التي أردت أن تحقيقها ذات يوم وفعلت من أجلها كثير ويدل أيضا على وجود تقدم مرحوظ في حياتها سواء من الناحية العاطفية أو المهنية أو الدراسية إن كانت طالبة أما رؤية الفستان الأبيض للمتزوجة المتزوجة إذا رأى تلفستان الأبيض فإنه يشير إلى وجود استكرار وراحة في حياتها الزوجية وفي حال كان هناك مشاكل بينها وبين زوجها فإنه يدل على زوال هذه المشاكل لأن البلون الأبيض بيشير إلى الراحة والاستكرار في الحلم دائما ومن أهم تقويلات الفستان الأبيض للمتزوجة في المنام يدل على الصلاح والستر ويدل أيضا على الحياة السعيدة وحب الزوج لها ويدل على زهاب القرب وزوال الخلافات بينها وبين زوجها والرزق الوفير لعائلتها وصلاح الحال بينها وبين زوجها إذا كانت المتزوجة تحب لبس الفستان الأبيض فإنه يشير إلى الفرج القريب الذي ستتمتع به قريبا والسعادة الكبيرة التي ستدخل قلبها إما عن طريق رزقها بالمال أو بالطفل جديد أو بانفراج ضائقة مالية تمر بها أسرتها وإن كانت لا تحب ارتداء الفستان الأبيض فإن رؤيتها لو قد تدل على وجود مشكلة أو ضائقة ستمر بها هي وأسرتها أما رؤية الفستان الأبيض في المنام للحامل الحامل من أصعب مراحل الحياة التي يتمر بها النساء إذا رأت الحامل أنها سترتدي الفستان الأبيض فإنه يدل على ولادتها ستكون سهلة وستمر دون معاناة أو ألم كبير وإنها ستضع مولودها بصحة جيدة إن شاء الله وإن كانت المرأة الحامل لم تعلم جنس المولود فإن رؤية إنها ترتدي الفستان الأبيض في المنام يدل على إنها سترزق بجنس المولود الذي تتمنيه سواء كان ولد أو بنت وسيولد أو تولد بصحة جيدة دون أي أمراض بإذن الله ويشير أيضا إلى موعد الولادة قد اكترب كما يشير إلى إنها سترزق بمولود صحيح معافة وتعبر رؤية الحامل للفستان الأبيض في المنام على زيادة كبيرة في الرزق والمال ويدل أيضا على أن حياتها ستتجدد بصورة جزرية حيث الانتقال إلى مرحلة أخرى مختلفة تماما عن التي كانت عليها ويدل أيضا على التمتع بالصحة الجيدة والشفاء من الأمراض وخلوه حياتها من المشاكل أو أي آلام ناتجة عن الولادة أما رؤية الفستان الأبيض للمطلقة تدل إلى التفكير الزائد عن الحد في موضوع الزواج سواء الزواج من شخص آخر أو الرجوع لطلقها وتعد إشارة إلى الحيرة والتأرجح بين اختيارين كده هما يتطلب منها الشجاعة والمقاومة بشكل عام يدل على قرب زواجها من شخص آخر والدخول في علاقة عاطفية ستكون تعوضها لها عما فات أما إذا رأت المرأة مطلقة أن فستان الزواج في المنام كان قديما فهذا يدل على أنها ما زالت تفكر في زوجها السابق ولا تستطيع الاستغناء عنه أو العيش من دونه من كانت مطلقة ورقة الفستان الأبيض في منامها دل لذلك على اللطفة والعدالة والستر الذي ستناله بشكل عام رؤية الفستان المطلقة من الرؤى المبشرة بأن الأيام المقبلة ستكون مختلفة تماما عن السنوات الماضية تفسير حلم شراء الفستان الأبيض في المنام بيشير إلى إتمام الكثير من الأعمال المؤجلة واستكمال الطريق الذي توقف الرأي في منتصف آخر فترة وتدل رؤية الفستان الأبيض في المنام إلى ما يطمح لهم وأفكاره قيد التنفيذ على أرض الواقع وأيضا تشير إلى سماع خبر جيد حول الموعد الذي يشك الرؤي على الزواج فيه وتتحسن حالة أحبائه بشكل ملحوظ وتدل رؤية شراء الفستان الأبيض في المنام على زيادة الأرباح وتحقيق جميع الأهداف في الحياة العملية للرؤية ودل أيضا على أنه سيسمع الكثير من الأخبار الصارة في الفترة المقبلة من كان متزوجا ورأى في حلمه أنه يشتري فستان أبيض فهذا يعني أن زوجته ستلت صبيا من يرى في منامه أو منامها أنه يشتري فستان زفاف دل على أنها إشارة للتفكير بالزواج أو وجود عرضه في انتظار الموافقة خلع الفستان الأبيض في المنام إذا رأت الفتاة أو المرأة في المنام أنها تخلع الفستان دل ذلك على انتهاء فترة خدمتها أو فصلها من عملها أو خسارة مكان رزقها ومن كانت حمالا ورأت أنها ارتدت الفستان الأبيض ثم خلعته مرة أخرى فذلك يدل على سقوط الجنين أما إذا رأت الفتاة المخطوبة في منامها أنها خلعت الفستان الأبيض بعد ارتداءها لفترة دل ذلك على عدم اكتمال الزواج خلع الفستان الأبيض دليل على عدم الرضا عن العلاقة أو وجود ظروف أدد لتعطيل الزواج خلع الفستان الأبيض في المنام للمتزوجة دليل على الزواج قد نهار وبكده نكون خلصنا موضعنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا